أحديداً شنائية خط الدفاع النهاردة محمود متولي ومحمد عبد المانيب كرايك فيها يا كنت نحن أما يعني هما أول المطشو كانوا كويسين أول المطشو كانوا أفرين كويس بعض الهفوات بس هي اللي حصلت هي اللي قدت لها النتيجة دي خصوياً في التمركز اللي في العمق جل على الأطراف لكن هما طبعاً زي ما هاني قال عبد المانيب قدم وراء كويسة جداً متولي النهاردة لعب كويس جداً بس ما مكنش موفق النهاردة أعتقد يعني الأهداف كلها أخطاء فردية يعني طب نكمل خط الدفاع محمد هاني وعلي معلول كان رأي فيهم إيه آآ علي معلول كان بيندفع شوية هجومين وكان سايب فالفيردي لوحده كان دي مشكلة برضه لو كان بيطلع يقابل ناتشو من قدام وكان بيقابل فالفيردي بيسيب فالفيردي لوحده فكان عامل مساحة وراء كانش لازم يعني كانش لازم يقفلوا لأن فالفيردي رعيب كويس صح هاني عمل بروك كويس جداً هو حسين الشاحات هيجابة دي كانت الأفضل النهاردة في أدايا الأهلي هما الكرامل الخطورة ضربة الجزاء جابت من ناحية حسين هاني كان عمل أدايا كويس أنا شايف في ناسيوس النهاردة الشوت الأولاني كان هاني كان قاضي عليه خالص كان عمل عليه أدايا كويس كان قفل عليه كويس الشوت الثاني بدأ هو يتحرر شوية من ناسيوس مع رودريجو لكن في المجمل طبعاً انتغسرت